موسيقى وجعلنا من الماء كل شيء حي فإذا شح الأول شح كل حي بل شح كل شيء آخر لا نحتاج إلى فلسفة عميقة بل إلى قراءة واقعية للسبب والنتيجة ويكفي عن تاريات يا سادة يا سيدات نحتاج جميعا إلى تحمل المسؤوليات إن لم يكن ذلك من أجلنا فمن أجل الجيل الآت فإذا رفعت مستقبلا شعارا أو أطلقت هتافات فليكن من بينها أريد حصتي من ماء دجلة والفرات فلا شيء يعدل الماء إلا الحياة كل ذلك وصداه في صدانة شبح الجفاف يطارد رافدي العراق للسنة الثالثة على التوالي مصير ألاف العراقين الساكنين في الأرياف مهدد فالزراعة التي تعد موردهم الأساس قاب قوسين أو أدنى من القحطة والزراعة تؤكد أن البلاد ستحصد هذا العام مليونين ونصف المليون طن من القمح فيما يحتاج العراقيون إلى أربعة ملايين طن من سبل ما ينزل عدنا المحاصيل قامت تذبال قامت تصير بها أمراض من قلة المياه ما نقدر يعني بعد نقدر نزقي البساتين يعني نطالبنا الحكومة بأنه سوينا حال هذه كلها معاناة سوف تزيد كاهل المواطن في العراق علما أن العراق بلد زراعي يعني تزيد على زراعة الحنطة والشعير يعني إذا لم يكن غذاء الزراعة ستوقف والصناعة ستوقف فالحكومة في بغداد عليها أن تدرس وتعالج هذه الحالة قلة المياه أصبحت مشكلة جديدة تضاف على المواطن العراقي وفي وقت يعاني فيه العراق من أزمة مائية شديدة يؤكد وزير المواد المائية أن تركيا استجابت لمطالب العراق من حصته في المياه لكن إيران واصلت تقليص الإمدادات وتجريف بعض الروافد الواصلة فيما لوح الوزير بالتوجه إلى المجتمع الدولي من أجل الحصول على حقوقه المائية من إيران تناقص الخطير في مستوى مياه الأنهار وخاصة في نهري دجلة والفرط طبعا هذه المشكلة إلها أبعاد اقتصادية وأبعاد سياسية ويتطلب ذلك التعاون المشترك بين العراق من جهة وبين دول المنبع من جهة أخرى طبعا هذا التعاون المشترك بين العراق من جهة ودول الجوار من جهة أخرى سوف ينظم عملية الأرواع بما يحقق المنفع لشعوب هذه الدول الثلاث قبل أيام كان العراق في قائمة الدول الأشد جوعا في العالم وبينما سارع بعض المسؤولين إلى استنكار هذا التصنيف والتقليل من أهميته لكن الجفاف الذي يحيق بالعراق ينظر بإنحدار نحو الأسوأ في هذه القائمة من صلاح الدين عبد المنعم الويسي قناة الفلوجة أهلا بكم مشاهدين الكرام معنا في حلقة جديدة من برنامج صد الحدث والتي جاءت تحت العنوان الآتي عندما يجوع الغني ونرحب بضيفنا الخبير الدولي في مجال الموارد المائية البروفيسور نظير الأنصاري أهلا بك سيد نظير عفوا أهلا وسهلا بنتي أهلا بحضرتك يعني لنبدأ من الخطر الداهم إلى أي مدى الخطر داهم سيد نظير بالنسبة للعراق فيما يتعلق بتغير المناخ تغير المناخ هو يأثر على منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة وهذا شيء مو جديد يعني كثير من الباحثين وهنا واحد منهم صار أكثر من 15 سنة نكتب حول هذا الموضوع ودول الجوار أيضا تعرف بهذا الشيء فلذلك دول الجوار بما أنه تعرف بهذا الشيء فتسارع لإنشاء كافة المشاريع الهايدرولوجية والهايدروليكية فيها للحفاظ على المياه أو الخزين الكافي للمياه بالنسبة لها وهذا طبعا يأثر علينا لأنه موقعنا الجغرافي هو في أسفل حوضي دجلة والفرعات فأي شيء يحدث في دول الجوار يأثر علينا سلبا مع الأسف هذا اللي هي بصورة عامة طبيعة المشكلة نعم طيب سيد نظير ذكرت بأنك بالإضافة إلى يعني عدد من الباحثين أشرتهم إلى المشكلة قبل 15 سنة أو تبحثون يعني فيما يتعلق بتلك المشكلة بالتحديد متى بدأت الأزمة؟ العوامل أيضا فيما يتعلق بالعراق التي ساعدت أو ساهمت في التعجيل بظهورها واتساعها وحتى يعني التعجيل بها العراق بدأ يتأثر من بداية السبعينات عندما بدأت تركيا وإيران بإنشاء السدود والمشاريع الإروائية على نهري ججلة والفرات وروافق فلذلك ما كان يسمى بالهلال الخصيب بدأ يموت تقريبا قبل 35 سنة تقريبا وإذا نلاحظ أنه كميات المياه الواردة إلى العراق من نهر الفرات كمعدل عام كانت بحدود 30 مليار متر مكعب حاليا أقل من ثلث هذه الكمية يصل إلى العراق إضافة إلى ذلك نوعية المياه الواردة من نهر الفرات هي غير صالحة للاستخدام أصلا عند دخولها الحدود السورية العراقية لأنه الكمية الأملاح الزائبة فيها عالية أما بالنسبة لنهر دجلة فإحنا عادة المعدل العام بحدود 21 مليار متر مكعب زائدا 22 مليار متر مكعب من روافد دجلة حاليا نحن نعرف مثلا الكارون أغلق الكرخة أيضا تم تحويل مياه داخل إيران ونفس الشيء بالنسبة لنهر ديالة وكل الوديان الجانبية التي تأتي من إيران باتجاه العراق تحولت إلى داخل إيران وهذا أثر بشكل كبير جدا على كميات المياه الواردة من نهر دجلة وروافد إضافة إلى نوعية المياه أيضا خاصة بعد بغداد تكون سيئة جدا ونسبة الملوحة تكون عالية جدا غلق الكارون والكرخة وكذلك ديالة هذا أثر على تصريف مياه شط العرب فمياه الخليج بدت تدخل إلى مناطق لم تدخل إليها أو لم تصل إليها سابقا وهذا يأثر على نوعية المياه أولا زائدا البيئة والتربة فهذه كلها عوامل مع الأسف سلبية تأثر على سكان المناطق خاصة الوسطى أو المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق فلذلك تقارير الأمم المتحدة العام الماضي نشر التقرير تقول آلاف المواطنين في المحافظات الجنوبية والوسطى من العراق تركوا منازلهم نتيجة لقلة المياه وسوء نوعيتهم بالتالي تداعيات ذلك مستقبلا أو تأثير جملة العوامل التي تفضلت بالإشارة إليها سيد نظير على جملة من العوامل الأخرى أو القطاعات الأخرى لأن هناك من يتصور بأن تغير المناخ سواء في العراق أو حتى في منطقة الشرق الأوسط مرتبط بهطول الأمطار منسوب هطول الأمطار مرتبط باتساع حجم التصحر فقط بينما الأمر يتعدى ذلك إلى القطاع الصحي يتعداه إلى حجم الإنتاج الزراعي الثروة الحيوانية والسمكية بودنا أن فقط توضح هذه النقطة لمن يتابعنا حضرت بديتي وقلت وجعلنا من الماء كل شيء حي فرب العالمين هذه هي الحياة بالحقيقة كل شيء بدون مياه لا يصلح وسيموه فلذلك عدم وجود المياه أو شحتها رح يأثر مو على صحة الإنسان على البيئة بصورة عامة على الثروة الحيوانية على صحة المواطن كل شيء رح يتأثر مع الأسف بالاتجاه السالب حتى توليد الطاقة الكهربائية يعني وأعتذر منك حتى الطاقة الكهربائية لأنه قسم من السدود هي تولي الطاقة الكهربائية ونحن نستفاد منها مثل دوقان درباندخان حمرين وكذلك الموصل المفروض لكن هذا ليس معناه أنه نقعد مكتوب في الأيدي يعني من أنه شيء أو كارثة جاية لا سمح الله على العراق يجب أن نعمل لتفادي هذه الكارثة أنا كثير من الأحيان نبهت على هذا الشيء أولاً من اعتمد فقط على الحوار مع دول الجوار والجوار قد يطول هذا الحوار وقد ما يوصل إلى نتيجة أو إذا استمرت سنين الجفاف من يقول رح يحققون اللي تفقوا عليه مع العراق لكن لازم أكون استراتيجية وطنية داخل العراق لتفادي هذه المشكلة وأنا قلت وحدة منها أولاً نظام الرأي يجب أن غيره تغيير شامل لأن النظام التايحي هذا بفواقد مائية تصل إلى حدود السبعين بالمئة فلازم أن نتحول إلى الرأي بالطرق الحديثة لفواقدها خليلة مثل الرأي بالرشق والرأي بالتنقيض هاي أولاً ثانياً الجداول توزيع المياه يجب أن تتغير ما تكون على شكلها الحالي لأنه بالوضع الحالي نحن أيضاً فيها فواقد كبيرة جداً تصل أكثر من 50% بالرشح والتبخر فيجب أن تكون مبطنة ومغطاة الشيء الثالث هو الاعتماد على الموارد غير التقليدية يعني شو الموارد غير التقليدية؟ بمعنى الموارد غير التقليدية يعني إحنا أهم قطاع أو أكثر قطاع يصرف مياه أو يستهلك مياه هو القطاع الزراعي فإذا وفرنا إحنا للقطاع الزراعي ما يحتاج من المياه رح نوفر كميات كبيرة جداً للبشر والأغراض الأخرى فهذه الموارد غير التقليدية تنقية المياه العادمة وعادت استخدامها لأغراض الري وهذه عملية غير مكلفة وممكن أن نستفاد من تجارب الدول المجاورة مثل الأردن في هذا المجال الشيء الآخر الحصاد المائي الحصاد المائي أنا أذكرت عدد من طلابي تشتغلوا على منطقة سليمانيا وفاسنجاق وسنجاق ووجدنا مع الألم أنه كميات مياه الأمطار رح تتناقص في المستقبل لكن مع ذلك من الممكن أن نحصد ملايين الأمطار المكعبة من المياه وأن نستخدمها للأغراض الزراعية أو أي غرض نحن نريده فالستراتيجية يجب أن تغير نتحدث عن سقوف زمنية سيد نظير وقبل ذلك ماذا عن المياه الجوفية؟ يعني ربما لم نتطرق إلى هذه النقطة يا بنتي العزيزة قلة الأمطار وقلة مياه الأنهار رح يأدي إلى قلة المياه الجوفية لأنه المياه الجوفية تتغذى بما يترشح لها من مياه الأمطار ومياه الأنهار فلذلك ما تكلمنا عن المياه الجوفية لأنه هذا شيء منطقي المياه الجوفية تقل بشكل كبير جدا في هذه الحالة فلذلك الاستراتيجية يجب أن تتغير بشكل سريع بالخطوط التي ذكرتها وهذا هو الحل الوحيد لتفادي نعم نتحدث عن سقف زمني يعني يجب أن تنفذ فيه هذه الخطة الاستراتيجية بالاعتماد على جملة من العوامل التي تفضلت بالحديث عنها سيد نظير المفروض يعني نبدأ من هذه اللحظة بهذه الأمور وهذه ما تطول يعني تغيير نمط أساليب الري ما أعتقد شيء يطول أكثر من ستة شهر إذا ردنا نفذ بالنسبة للمحطات المياه العادمة تنقية المياه العادمة أيضا هذه ممكن خلال سنة نفذ عديد من هذه المحطات أما الحصاد المائي يمكن تطول ولو سدود الحصاد المائي هي سدود بسيطة وصغيرة عادة وأيضا أرجع أقول الأردن في مثال لهذه التجربة إذا لم يحصل ذلك يعني إلى أي مدى الخطر داهم بالنسبة للعراق سيد نظير بالنسبة للعراق آخر تقرير للأمم المتحدة يقول إذا استمر الوضع كما هو عليه فالعراق سوف لن يكون لديه مياه للشرب عام 2035 يعني الخطر كبير جدا مع الأسف وإن شاء الله ما نوصل إذا إلى هذه المرحلة نعم هذا ما نأمله بالتأكيد يعني أيضا علاقة تغير المناخ سيد نظير ولنتحدث عن العراق بالتحديد بالفقر يعني ارتفاع نسبة الفقر في البلاد أيضا الأمن الغذائي بشكل مباشر وأشرته ربما إلى بعض يعني الإحصائيات الصادرة من الأمم المتحدة نحن مو يعني نجي نقول تغير المناخ ونبعد يعني كل دول الشرق الأوسط هي تأثر تغير المناخ لكن كل دولة لازم تتخذ الإجراعات المناسبة لتفادي هذه المشكلة وأنا اتكلمت فس قدت الطرق غير أو المصادر غير التقليدية هي أحد الحلول لهذه المشكلة تغير نمط ساليب الرأي هو حل لهذه المشكلة يعني الأمطار ما رح تتناقص بشكل خل نقول ما رح ينزل المطار أبدا لا رح تنزل أمطار لكن أدخل تدريجية وتمر سنين جفاف وأيضا بالمناسبة أنا حذرت أنه في بعض السنين رح تنزل أمطار كثيفة في فترات زمنية قصيرة وهذه تولد سيول وفيضانات مثل مصار قبل كم سنة في مصطقة الكوت والعمارة وهذه أيضا يعني إذا ما عدنا سدود لتنظيم مياه هذه السيول والاستفادة منها رح تأثيرها يكون سلبي مع الأسف مثل مصار وغمرة الكثير من الأراضي الزراعية وتلفتها وكثير من القرى فالعملية تحتاج إلى تخطيط يعني ما يكون مشكلة ما إلى حل في هذا الزمن ونحن بالقرن الـ 21 لكن تحتاج إلى ناس تعرف كيف تتعامل مع الموضوع وتحتاج إلى ناس مخلصة لتنفذ هذه المشاريع المفيدة للوطن كيف يبدو وضع العراق سيد ناظير خلال السنوات العشر المقبلة إذا ما تم التعامل مع المشكلة كما تفضلت إذا تعاملنا مع هذه المشكلة بشكل صحيح رح نتغلب على مشكلة شحة المياه بشكل دائم دائم وأبدي إن شاء الله وإذا لم يحصل ذلك إذا لم يحصل ذلك مع الأسف مع الأسف ولا قدر الله راح العراق يواجه كارثة كبيرة جدا وتتحول الأراضي الزراعية التي نعرفها إلى صحاري زائدا أيضا شحة المياه راح تأثر على نعم ومؤشرات ذلك يعني بدأت سيد ناظير ربما أشرت إلى 15 سنة ماضية خلال هذه الفترة هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة يعني ارتفاع أيضا نسبة الملوحة كما تفضلت في المياه العواصف الترابية لو تلاحظين زيادة في العواصف الترابية اللي قبل يعني بالخمسينات والسبعينات كانت يادوب توصل إلى بغداد حاليا العواصف الترابية توصل إلى الموصل واحد تقارير لأم المتحدة يقول سنة 2015 على ما أذكر كان هناك فيها 200 تقريبا و60 يوم مغبر وهذا كله يأثر على البيئة وعلى صحة المواطن مع الأسف بالشكل السلبي فيجب أن الحكومة تبادر إلى تغيير الاستراتيجية الخاصة بإدارة المياه بالشكل الصحيح الألمي المضبوط يتعامل مع الواقع والتغييرات المستقلية التي نعرفها نعم أيضا للأمر علاقة سيد نظير بالتوسع السكاني غير المدروس كذلك ارتفاع مستوى الولادات أيضا غير المحسوبة النمو السكاني عفوا غير المحسوب في السنوات الأخيرة هل للأمر أيضا علاقة؟ طبعا والله أنا حاسبها ونشرها بعدد من المجلات العالمية ومتكلم بها بمؤتمرات وحاسب نسبة النمو السكاني في إيران وفي سوريا وفي العراق يعني لنا أن تشارك ذلك يعني تتفضل بمشاركتنا تلك تفضل سيد الأثر كبير بنتي يعني في خلي نقول العشر سنين القادمة تقريبا رح تزيد نسبة السكان في حوضي دجلة والفراد بحدود ستين مليون هذا معناها أنه ذول ستين مليون يحتاجون إلى مياه للأغراض المختلفة نعم بالتأكيد لذلك ستزيد من المشكلة الشيء الآخر أنه التقدم الصناعي في هذه الدول أدى إلى هجرة الكثير من سكان الريف إلى المدن وهذا معروف بالحسابات العالمية سكان الريف أقل استهلاكاً للمياه بينما الشخص بالمدينة يستهدك عشر مرات أكثر من زميلة أو قرينة في الأرياف فهذه كلها الأمور يعني تفاقم مشكلة شحة المياه نعم أيضاً بما أنك تطرقت إلى القطاع الصناعي القطاع الصناعي يشهد تراجعاً كبيراً في العراق في السنوات الأخيرة يعني بالتالي لماذا يتحمل العراق عبء ذلك؟ يعني عبء الدول الصناعية والتي تؤثر على المناخ في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في العراق بنتي إحنا لازم نلوم نفسنا يعني الدول الصناعية شلها علاقة نعم نعم من 2003 أو قبلها حتى قبلها إلى الآن الطيني مشروع صناعي واحد نعم نعم أونشي في العراق يعني إحنا لازم نلوم نفسنا نعم نغير من استراتيجيتنا سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي أو غيرها ويجب أن يعني استراتيجية مبنية على واقعنا والتوقعات المستقلية نعم يعني إحنا مع الأسف حالياً نستورد كل شيء الصناعات اللي كانت عندنا كلها متوقفة تقريباً نعم يعني 90% من المعامل بالتالي يعني ما مبررات الهجرة يعني ما مبررات الهجرة يعني من الريف باتجاه المدينة سيد نظير والقطاع الصناعي في العراق يشهد تراجع كما تفضلت لأنه الفلاح حالياً حالياً فلاح من يزرع أولاً مياه ماكو ثانياً الأسمدة عالية يعني أشعارها نعم فلذلك يعني إنتاج الفلاح حالياً يكون ثمنة أكثر من نفس المادة المستوردة فلذلك الفلاح يريد يعيش نعم لذلك يهاجر إلى المدينة يشتول سايق يشتول أي شغلة مجرد حتى يوفر قوت العيش نعم وهذا الشيء حصل أيضاً في سوريا نعم وهناك تقارير عديدة من الأمم الالتحدة وتقول هذه التقارير نتيجة هذا الشيء الذي يحصل عندنا حصل في سوريا وكثير من الفلاحين اتجهوا إلى لجوء إلى المنظمات الإرهابية مو إيماناً منهم بهذه المنظمات ولكن بس حتى يحصل على قوت العيش اللازم لاستمرار الحياة يعني بما أنك وصلت إلى هذه النقطة سيد نظير كان بيودنا يعني ألا نصل إليها تلك المتعلقة بسيطرة تنظيم داعش الإرهابي على ثلث يعني مساحة البلاد وأغلب تركز عناصر داعش الإرهابية كانت في المناطق الزراعية أو في البساتين ما أدى ربما يعني في فترات سابقة إلى تجريف بعضها يعني للقضاء أو لملاحقة تلك العناصر أيضاً هذا في حسبتكم يعني تابعتم ربما أو خرجتم بإحصائيات في هذا الباب يعني داعش يا بنتي احتلت سد الموصل نعم وكانت يعني تريد تستعمل هذا السد نعم كسلاح ضد الدولة نعم ولو ما بقت لي إلى عشر تيام لكن الخراب اللي سواته بالسد كان كبير جداً نعم أيضاً حاولت أن تسيطر على كثير من المنظومات المائية نعم على نهر الفراد يعني استعملت المياه كوسيلة أو اسلوب للحرب أو سلاح أو أحد الأسلحة التي ممكن أن تستفاد منها وتأثر على المواطن أو الحياة في العراق فلذلك كل هذه الأمور يجب أن تنتبه إلى الدولة وتغير من استراتيجيتها وتعملها نعم يعني استراتيجية تبدأ من الفلاح إذن سيد نظير يعني إن كنا نضع يعني جملة من النقاط بالترتيب أو الأولويات أنا أقول أن نبدأ أولاً من مجلس الوزراء هو مجلس الوزراء المفروض يخلي الاستراتيجية ليس الفلاح وهذه الاستراتيجية تنزل من مجلس الوزراء إلى الفلاح وهو دعم الفلاح يعني هذا مهم دعم الفلاح بشكل كبير جداً وعمل دورات تدريبية إلى إحنا قلنا مثلاً نريد نغير نظام الري غير نفهم النظام الجديد شون يكون شون يتعامل معه هذا شيء مهم جداً وأساسي لكن البداية التخطيط ما يخطط الفلاح يخطط مجلس الوزراء المفروض يخطط ويضع الاستراتيجية الملائمة هذا هو المفروض نعم هذا المفروض بالتأكيد سيد نظير قبل أن يحصل ما لا يحمد عقباه لا سامح الله الخبير الدولي في مجال الموارد المائية البروفيسور نظير الأنصاري شكراً جزيلاً لك لانضمامك إلينا بالنسبة لسؤال حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صد الحدث هل تغير مناخ العراق في السنوات العشر الأخيرة ونبدأ مع منصة اليوتيوب 92% أجابوا بنعم بأن المناخ في العراق قد تغير في السنوات العشر الأخيرة بينما 8% أجابوا بلا بالنسبة للنسبة على منصة تويتر كانت كالآتي 83% أجابوا بنعم بأن العراق شهد تغيراً في مناخه في السنوات العشر الأخيرة بينما 17% أجابوا بلا إذن وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج صد الحدث على أمل أن نلتقيكم يوم غداً بإذن الله تعالى تحية لكم في كل مكان ودمتم بعافية شكراً لكم